السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله و مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة انا رايح ليومنديرو موضوع الفصل الاول في مادة الرياضيات للسنة الاولى ابتداء الجيل الثاني بالنسبة للكتاب اللي انا رايح نستعمله هو الكتاب هذا هي السلسلة التحدي لفه اختبارات في مادة الرياضيات للفصول الثلاثة نبدأ مباشرة مع الموضوع نبدأ يا اطفال مع التمرين الاول قالوا لنا شطب على الاشياء الزائدة في كل مجموعة اذا نبدأوا بالمجموعة الاولى وش معنى التمرين هدايا عطاولنا كما راكوا تلاحظوا هنا في الخانة المقابلة للمجموعة عدد او رقم معين عدد معين وهنا عطاولنا عدد معين من الاشكال ياك اطفال هنا لازم نحسبو شحل عندنا من الشكل لازم يكون يطابق العدد اللي اعطاوه لنا من تحته دكار ونشوفو الاشكال الزائدة ولا الاشياء الزائدة وش نديرو لها انشطبوها هنا وشنو هو العدد اللي مدوه لنا مدو لنا عدد خمسة اذا شحل لازم احنا يكون كاين كاين خمسة اللي زايدين وش نديرو لهم انشطبوهم جيد اذا نبدأ ونحسبو واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة هادو ما الزوج اللي قاعدو لنا وش نديرو لهم انشطبوهم وعلاه لازم يكون عندنا خمسة كما العدد اللي يطابو هنه هيا نروحو هنا وشنو هو العدد اللي كتبوه لنا صفر وش معناته ما لازم يكون عندنا والو هنا لازم يكون الحي يستعنا هدايا فارغ صافي وش نديرو نشطبوهم نروحو يا اطفال للمجموعة الثالثة ما هو العدد اللي كتبوه لنا هنا يا عدد ثلاثة شحال لازم يكون عندنا من كعكة هنا يا ثلاث كعكات وش نديرو اللي قاعدو نشطبوهم هيا نحسبو واحد اثنان ثلاثة هادو اللي قاعدو لنا وش نديرو لهم نشطبوهم نجوزو للمجموعة الرابعة نفس الشي ما هو العدد اللي مكتوب في الخانة هادية هو العدد اربعة شحال لازم يكون عندنا هنا في الحيز اربعة هيا نحسبو واحد اثنان ثلاثة اربعة شحال قاعدو لنا من واحد قاعدو لنا واحدة وش نديرو لها نشطبوها نجوزو للمجموعة الأخيرة ما هو العدد اللي مكتوب هنا في الخانة واحد سافش حال لازم يكون عندنا هنا في الحيز واحد اذا واحد واللي قاعدو لنا وش نديرو لهم نشطبوهم جيد هدا هو التمرين نجوزو يا أطفال الى التمرين الثاني لون الجواب الصحيح اذا الخبز على الطاولة نسمونا هنا طاولة وش رانا نلاحظو كين فقها كين فقها الخبز اذا الخبز على الطاولة هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة نعم يا أطفال جيد هاد الجملة صحيحة لماذا؟ أن الخبز بالفعل راهو على الطاولة كما نقدر نقوله فوق الطاولة اذا ألون الجواب الصحيح نعم الدجاجة فوق الطاولة هل الدجاجة فوق الطاولة؟ لا الدجاجة ما راهيش فوق ليست فوق ولا على الطاولة اذا هل الجملة صحيحة؟ جيد الجملة خاطئة نروح للجملة الأخيرة الفراشة تحت الطاولة اذا هل الفراشة تحت الطاولة؟ نعم الفراشة تحت الطاولة اذا الجملة صحيحة ألون الخانة لفيها نعم جيد نروح يا أطفال إلى التمرين الثالث التمرين الثالث لون بالأحمر الحصان رقم واحد وبالأزرق الحصان رقم اثنان وبالأخضر الحصان رقم ثلاثة وبالأصفر الحصان المقابل له اذا أين هو الحصان رقم واحد؟ هذا هو الحصان رقم واحد ومكتوب تحته رقم واحد بأما لون نلونه يا أطفال نلونه باللون الأحمر إذن وبالأزرق الحصان رقم اثنان لونه بواش بالأزرق وبالأخضر الحصان رقم ثلاثة بواش لونه بالأخضر وبالأصفر الحصان المقابل له وإذن هولك الحصان رقم ثلاثة ثلاثة شكونا هو الحصان اللي روم قبله هو الحصان رقم أربعة بواش لونه بالأصفر إذن هكذا نكملنا التمرين الثالث نروح مباشرة إلى التمرين الرابع صل المجموعة بالعدد المناسب نحسبه في كل مجموعة شحى الكائن من الأشكال اللي رسمونا داخلها ونوصلوهم بالعدد المناسب هم داروننا مجموعة من الأعداد نبدأوا المجموعة الأولى واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن ونراه العدد أربعة أو الرقم أربعة هولك وش نديرو نوصلو مع المجموعة الأولى نروح المجموعة الثانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أين هو العدد تسعة؟ ها هو العدد تسعة وش نديرو نوصلو مع المجموعة الثانية نروح المجموعة الثالثة واحد اثنان ثلاثة جيد وش نديرو نحوسو على العدد ثلاثة إذن هولك العدد ثلاثة وش نديرو نوصلو مع المجموعة الثالثة نروح المجموعة الأخيرة نحسبو مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أين هو العدد ستة؟ ها هو العدد ستة نوصلو مع المجموعة الأخيرة جيد يا اطفال اذا هكذا نكملنا الموضوع اي حاجة ما فهمتهاش قلوا لي في التعليقات مع السلامة وبتوفيق ان شاء الله سلام